بسم الله الرحمن الرحيم. Turbaht wall 5 قسم الكهباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنتكلم مع بعض زي ما اتكلمنا في اجزاء كتير في الصيانة. واتكلمنا في شغل الالات التسليحة. وصلنا مع بعض في الالات التسليحة لحاجات كبيرة او جزء كبير من باب رابع. هنكمل مع بعض زي ما ابتدأنا قبل كدا في الحلقات اللي فاتت. قلنا قبل كدا في حلقتين شغل الوقاية كلمنا في الوقاية على الباب الاول وخلصناه وتكلمنا على جزء في الباب التاني من الوقاية وهنبتدي نكمل الجزء نكمل الباب التاني بس هنبتدي نقول الباب التاني من اوله احنا لان احنا قلنا فيه جزء صغير مش جزء كبير فهكمل ان شاء الله الجزء اللي بعده او الجزء الجديد هكمله برضه في الحلقة دي بازن الله بس هقول الجزء اللي فات في الباب التاني عشان اللي ما كانش معنا يكون معنا بإذن الله ويكون شغل الوقاية بإذن الله يكون جدير بالشغل بتاعنا بإذن الله تمام فهنتكلم الوقاية الباب التاني اللي هو معدات التحكم والوقاية في التسيير القرابي معدات التحكم والوقاية تختلف باختلاف الغات من استخدامها او باختلاف نظم التشغيل وتنقسم الى عدة انواع حسب كل من اول حاجة حسب طويلة التحكم عندي معدات تحكم يدوية ومعدات تحكم اوتوماتيكية اثنين حسب جهد التغذية معدات تحكم زيت تغذية زيت جهد تغذية مخفض ومعدات تحكم زيت تغذية جهد تغذية عاري حسب نقاط نقاط التلامس معدات تحكم زيت نقاط تلامس مفتوحة ومعدات تحكم زيت نقاط تلامس مغلقة يبقى انا باتكلم بقول عندي حسب انا ما باجي اقسم الشغل بتاعي او اقسم التحكم بتاعي والوقاية وقلنا يعني ايه تحكم ووقاية فيالات التسير لين هو قال لي الباب بيقول لي الباب اتاني ايه معدات التحكم والوقاية في التسير الكهابي. هنا كلمنا عن الات التسير. ايه يتجزأ من الات التسير والوقاية. فانا عندي الوقاية. بتتكلم في جزء في جزء من آلات التسيير. فقال لي ان ايه? عندي حسب نوع التحكم او حسب طريقة التحكم. لها ممكن اتحكم يدوي او اوتماتيكي. زي ما انا بتحكم كده في يدوي. يعني ايه يدوي? يعني معناها ان انا بتحكم في المحارج بتاعي عن طريق مفاتيح يدوي. اقفل وافتحة. تمام? زي ما يقول لك ايه? اه التحكم مسلا في مفتاح في في محارج من مكان واحد. عندي اوف 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 ادوس هنا اشتغل ادوس هنا اف يا دوي. بوافع المكان انا بشغالها بايدي. تاني حاجة حسب جهد التخصية. ما انا ممكن عندي جهد وقاية او شبكة وقاية تشغل اتنين وعشين ورط. وشبكة وقاية تشغل تلتمية ورطة من نوع عمي. يعني بوضع له جهد مخفر. حسب نقاط التلامس. عندي نقاط تلامس مفتوحة ونقاط تلامس مغلاق. ان انا ممكن وانا شغال زي بالزبط الكوندكتور بتاعي. لما بص على الكوندكتور بلاقي انسي وان او. يعني نقاط تلامس مفتوحة ونقاط تلامس مفهولة. اما اجا دوس زي التشغيل او زي الستار بلاقي المفتوح اتقفل والمفهول اتفتح وبدأت يشتغل معها. يتعاكم. تمام? تمام. تمام. بيقول لي انا عندي معدات تحكم اليدوية. لما بتحكم بمفاتيح السكينة او تركيب مفاتيح السكينة اللي هي مفتاح اللي انا بشتغل عليه. تمام? ان انا بابتدي اشتغل عليه. وبيكون المفتاح السكينة ده بيبقى عندي بجاوض انه هو مفتاح لنقاط تلامس. وابتدي افتاح وقف في زي ما انا حاوز. في مفتاح تلامس ذات زراع مركزي مكشوف. بس تغير مستمر. وعندي نوع تاني اسمه زراع مفتاح سكينة ذات زراع مركزي غير مكشوف. يبقى فيه واقي لنقاط تلامس الشيء ده ما ايه? ما تلمس معاه. تمام? تمام. تركيب مفتاح السكينة ده ايه? قال لتركيب مفتاح السكينة نقطة التلامس السبتة. تمام? تصنع من النحاس اللحن. الصد زوء التوصيل القابل جيد. ويتحمل درجات الحرارة. العالية. وتثبت على قاعدة من مادة عزلة. مثل البقاليت او الفيب. يبقى ازا نقطة التركيب مفتاح السكينة في نقطة تلامس السبتة او نقطة تلامس متحركة. نقطة تلامس السبتة اللازقة في الحطر. سبتة. ما بتتحركش. سبتة. بصنحة من ايه? بصنحة من النحاس اللحن. الصد. تمام? لان النحاس زي ما انا قلناه جيد بتوصيل القابل. وبيتحمل درجات الحرارة عالية. تمام? وبيتثبت على قاعدة من البقاليت او الفيب العازلة. افتح لوحة التوزيع اللي عندك في الواشة. وبص عليها هتلاقي فيه جزء ثابت واو فيه عندك جزء ثابت اللي هو فيه القطبة النحاسية. متوصلة ومتوصل من واوها جزء عازل. ده السابت. الجزء التاني المتحرك. بيصنع من نفس الخامة اللي بيتصنع منها الجزء السابت. زي ما نقولت الحلقة اللي فاتي. هلا. يعني عجيب. جزء ثابت مصنوع من نحاس. وجزء التاني من الامونيوم. ازاي يجد الشغل بتاعي ان كل حاجة تبقى نفس بعضها. يعني السابيكة دي نحاس. يبقى ازا السابيكة اللي قدامها نحاس. ما يفعش سابيكة نحاس وسابيكة المونيوم. مش هيشتغل معي. فعش سابيكة نحاس وسابيكة مسلا حديد. ليه? لان ممكن حاس بيستخدم بيطلع يستحمل حرارة او يتحمل درجات حرارة. مسلا لحد خمسين درجة موية. سبيل المسال. الحديد بياخد مية درجة موية. ازا هيفضل نقطة التلامس موصلة السابتة مع المتحركة موصلين لحد ما تنفجر خالص اللوحة. ليه? عشان انا وصلت المية لسبعين درجة. الحديد ما حصلش حاجة فان ما فصلش. والنحاس ساحة. تمام? فاذا يجب التوصيد نقاط التلامس والنقاط المتحركة نفس السابيكة تتصل معا. فقال لي هنا نقطة تلامس متحركة وهي توصل بها او تصنع من شرائح من النحاس الاحمر الصل ويثبت بها زراع التشغيل. وهيتوقف عدد حددها على نوع الطيام المستمر او طيام متغير وجه واحد او ثلاث او. وسيلة اطفاء القرص في القرابة. عند التوصيل طبعا القرص القرابة احنا مش نتكلم فيه تالي احنا كلمنا فيه كتير جدا من اول يوم في السنة اتكلمنا فيه اه كورس القرابة اكتر من خمس حلقات قبل كده. فالنهار ده هنتكلم بس كلام. تمام? احنا عرفناه وكلمنا عليه وازال وليه وكل حاجة في حلقات قبل كده فات كتير. تمام? وسيلة اطفاء القرص في القرص عند التوصيل او الفصل يحدث كورس القرابة كبير جدا. ويتم اطفاءه باحدى الطرق التالية اهو اطفاء القرص القرابة استخدامي ايه وذلك تقليل زمن التوصيل والفصل وبالتالي سرع التوصيل والفصل بين نقط التلامس السابتة والمتحركة. به تقطيع القرص القرابة عن طريق عمل غرفة بها شرائح من الصلب عند الفصل يمر الطيار القرابة بينه. ويتم تقطيع القرص القرابة الى الكبير الى اجزاء صغيرة. يسهل اطفاء مع سخونة الشرائح يندفع الهواء الساخن الى اعلى ويدخل الهواء البارد من اسفل فيتعمل على سترائس القرص القرابة. ثلاثة زيادة المقامة القرابية في طريقة القرص. في طريق القرص عن طريق عمل نقط تلامس مساعدة. زيادة مساحة مقطع مساعدة او اطول من نقطة تلامس السابت والمتحركة. وبالتالي عند الفصل تنفصل نقطة تلامس السابتة ولكن يا مور الطيار عن طريق نقطة تلامس المساعدة فياقل الطيار مستنتج فياقل القرص القرص القرابية وهانطفاء. كلام ده الابع او التلات نقاط دول تكلمنا عليهم في حصة اللي فاتت وشوحناهم واتكلمنا عليهم في حلقات سابقة سواء في 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 الشغل بتاع اللي هو السيانة. اتكلمنا ازاي في باب كامل اتكلمنا ازاي نطفي القوس القهوبي وازاي نشتغل به. فالكلام اللي انا قلت ده ده احنا قلناه قبل كده بس انا بيجعه قبل ما اخش على الباب على بقيد الباقي من الباب الثاني على اساس الناس تبقى متابعاني وفهمة الكلام ده. مفاتيح التحويل القهوبي تستخدم كمفاتيح توصيل بدلا من اجهزة بيت الحركة في المحركات الصغيرة المحركة قدر وبجهود تتراوح بجهود عندي وطيارات وتوضع الملامسات الثابتة والمتحركة داخل الورد من البلاستيك وهذه الورد مثل الوحدة فوق الاخرى وتكون الملامسات المتحركة على عمود صغير في الجزء العلوي من الزراء. ثالثا مفاتيح التوصيل زاد الملامسات الدائرية تستخدم لتحكم في توصيل وفاصل دوائر زاد القدرات الكبيرة. تركيب المفتح. استوانة دوائرة يتركب من استوانة دوائرة من مادة عازلة. اكتب معايا ثالثا مفاتيح التوصيل زاد الملامسات الدائرية وهي تستخدم في فصل وتوصيل الدوائر زاد القدرات الكبيرة. ويركب من واحد استوانة دوائرة من مادة عازلة. اتنين نقطة تلامس متحركة من النحاس الاحمر او الاصفر على هيئة قطاعات دائرية مثبتة على الاستوانة. قديب من مادة عازلة يستخدم قاعدة تثبيت. نقطة تلامس ثابتة من النحاس الاحمر او الاصفر على القطيب العازل. زراع لتحريك المفتاح ويقوم بعملية التوصيل والفصل. يبقى ازا انا بجيب مفتاح استوانة. طب مفتاح استوانة دوائرة عن ايه? قال لي بيتركب من ايه? هجيب استوانة دوائرة. استوانة ايه? دوائرة من مادة عازلة. حلو. بعد كده هجيب نقطة تلامس متحركة وحطها على مصنوع من نحاس. وهلعيق على شكل ايه? دوائر مسبتة على الاستوانة. يعني اجيب استوانة وسبت عليها عدد دوائر من النحاس. تمام? تمام. واجيب قديب من مادة عازلة بعمله زي قاعدة اثبت عليها الجزء بتاعي. اللي بنحاس. وبجيب النقطة السبتة. وسبتها على القضي. اذا تاني يقول تاني. بجيب استوانة دائرية من مادة عازلة. واجيب وسبت عليها. اللي هو اللي هو النقطة المتحركة. والنقطة المتحركة مصنوع من ايه? من نحاس. وعمل على شكل داي ايه. على القضيب. على ايه? على استوانة العازلة. واجيب قضيب سابت. اثبته. مصنوع من مادة عازلة. واجيب شوايا من النحاس. تمام? اعملها او اثبتها على القضيب العازل. يبقى اذا دي الجزء السابق. الجزء ايه? السابق. تمام? واجيب الدراع وحركه مع المفتاح. عشان هم بفصل الوصل والفصل بين كل نقطة من نقطة التلامس. السابقة والمتحركة. واستخدامه عكس الحركة او بت الحركة او التحويل من نجمة دلتا الى نجمة الى توصيل الدلتا وغير ذلك. اذا المفتاح المفتاح اللي بكلمه ده هو مفتاح استواني. هو مفتاح استواني. شفت سيتك مفتاح عكس الحركة? شفته. شفت مفتاح النجمة دلتا? شفته. عباعا ايه? استوانة. معزولة. صح? صح. ومثبت عليها من جوه هتلاقي دواير. من النحاس. ومعها دراع بيتحرك. صح? صح. ونقط ثابتة موجودة على ايه? على القديم العازل على اساس. اللي انا بلف يمين او شمال بيشغل معايا الدايرة بتاعتي. في اي صعوبة? لا. رابعا المفاتيح ذات الكامة. تستخدم لتوصيل محركات ذات القدرات العالية. تركبها عمود دوان. كرس دائري. كرس مسبت على عمود دوان ويسمى سطح الكامة. نقط تلامس متحركة من النحاس اللي احمر السلط. نقط تلامس سابتة تصنع على قاعدة من مادة عزلة. يايات لتوصيل نقط التلامس جيدة. يبقى ايزا مفتاح الكامة او زادة الكامة بيتركب برضو عمود دوان. وكرس دائري. وبجيب برضو نفس الكلام. ده هو باسم سطح الكامة يعني بجيب العمود واجيب الكرس واسبته فيه. يبقى ده ايه اسمه سطح الكامة. واجيب نقط التلامس متحركة مصنوعة من السلط النحاس ونقط تلامس سابتة مصنوعة برضو من النحاس وبسبتها على قاعدة عزلة. وابتدي اوصل يايات عشان اول ما ادوس على النقطة التلامس المتحركة بتنجي على السابتة بتبته تعملي وصله في وصل الدايجات بتحديد. معدات التحكم الاوتوماتيكي. هي عبارة عن ملفات اللغنصية والتكوى منها. اولا ازرع التحكم. وتستخدم توصيل اوفر دوائر التحكم اوتوماتيكي في اجهزة بنت الحركة. او غير ذلك تتحكم بعد من بعد وكل زراع يتكوى من رأس الزراع ويكون من مادة عزلة. زوج من الملامسات المغلقة. زوج من الملامسات المفتوحة. قضيب اسطواني. يايات لتقليل زمن الفصل. تبقى سريعة. قضيب نحاسي او قضيب اسطواني. صح كده? تمام. كل ده موجود زي الكون دكتور بالظبط. في اي صعوبة? لا. ازا لما يقول لي عبارة مفتاح معدات التحكم الاوتوماتيكي بتشتغل عبارة عن ملفات مغناطسية. ازا هتكلم واقول مغناطسية. ازا في الحالة دي لازم لازم احط في دماغي ان المفتاح ده رباع عن قلب حديدي. تمام? وفي بقرة فب عشان ما يمور الطيار البقرة الفب يمور فيها الطيار عن طريق السلك اللي موجود فيها. يعمل عملية فضل داخل المفتاح. ويجزب النقط السابتة على النقط المتحركة. سيجزب النقط المتحركة على النقط السابتة ويبدأ يعمل على فتح النقاط المقفولة وغلق النقاط المفتوحة ويبتدي يشتغل واذا هو موجود ياي لتسهيل سرعة الفصل. اول ما بدوس على البوش بوتن بيحصل ايه? بيفصل على طول. ازا اليدة بيرجع على طول ايه? بيرجع على طول الجزء السابت الجزء المتحرك من على الجزء السابت على اساس يبتدي يفصل الدايا بتاعتي بسرعة بدون اي زن او بدون ان اي وقت تشتغل فيه اكثر. اجهزة التلامس. نبص مع بعض على اجهزة التلامس. هي اجهزة مغناطسية. كهربية تستخدم للتحكم في دوائر القوة. وتركب من ملف المغناطيسي يتصل بمنبع كهابي. للحصول على المجال المغناطيسي. ويكون القلب الحديد للملف المسبب به الزراع عليه نقط التوصيل. المتحركة للدائر القوة. المغاد التحكم بها بالاضافة لهايات التحكم ونقط التلامس مساعدة. بص معايا كده الغسمة دي بتفكر بيه. ادي هو. نقط التلامس بتاعتي ايه? ده نعتبه اللي هو زي كوندكتور اي واحد اتنين. اهو. زي ما هو كاتبه. هي اجهزة مغناطسية القوة. تستخدم التحكم في الدوائر القوة. واتركب من ملف المغناطيسي. اهو. اهو. اللي مكتوب عليه. اهو. تمام? عندي عشر وحداشر هي الوضع بتاعي التأسيل. تمام? عندي هده كده ده الملف بتاعي اهو. ودي نقطة مساعدة ليه تلاتاشر وابعتاشر. ده نقطة مساعدة اللي بتساعد على توصيل وتشغيل الشبكة. تمام? تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده نظرية العام. عندما يهو التشغيل الدائرة يتم توصيل المفتاح تلاتاشر اهو. يامور الطيار بملف الجهاز اربعة. اول ما دوس على تلاتاشر يبتدي الملف رقم اربعة او النقط رقم اربعة يبتدي يشتغل. اهي. تمام كده يا جماعة? تمام. بعديها على طول. فيتمرنط القلب الحديدي واحد. رقم واحد هو القلب الحديدي اهو. تمام? فيتحرك الزراع وعليه نقطة التلامس. يبقى الزراعة يبتدي يتحرك. تمام? النقطة التلامس المتحركة عشرة اللي هو ده. يعني او ما يتمرنط النوعين يبتدي يشد معي رقم عشرة عشان يقفل في احداشر. تمام? فيتحرك الزراع وعليه نقطة التلامس المتحركة عشرة. وتتلامس مع نقطة التلامس. السابقة حداشر ايه? ادي نقطة تلامس سابقة. حداشر. نقطة سابقة متحركة عشرة. اول ما يمور الطيار في تلاتاشر. هيحصل ايه? هيمر الطيار في الملف المنطيسي. يبتدي الملف المنطيسي اللي هو عندك في واحد. يبتدي يحصل ايه? يتمرنط. فيبتدي يشد الدراع ده اللي هو عشرة ويقفل مع احداشر ويبقى النقطة دي قفلت. وابتدي يشتغل المحركة. هو وتلامس مع نقطة التلامس السابقة حداشر. وتعمل الملامسات الرئيسية على تشغيل الدائرة الكرابية. وفي نفس الوقت تتصل الملامسات المساعدة. لتعمل على استمرار تشغيل الدائرة. وعندما يغاد فصل الدائرة يتم الضغط على مفتاح. لو مفتاح عرض الفصل الدائرة بتاعتي. هتم دوس على المفتاح بتاعي دوت. تاني. تمام? حيث يفصل الطيار عن ملف الجهاز اربعة. تمام? في قلب الحديدي واحد المغناطسية. ويعود الزراع اثنين تحت تأسير لياي. الى وضع عدم التشغيل حيث تفصل المفتاح عشرة واحدة واحدة. انا زي ما قلت دست على الزراع ده فاشتغل. رقم 13. مر الطيار بتاعه. ثم تم انجزاب الجزء المغناطسي ده. تم جزب السقاطة دي او او الدراع ده. اللي هو مكتوب عنده عشرة للداخل. سحبه للداخل. فعمل ايه? افعل نقطة عشرة واحد عشر مع بعض. تمام? عاوز افصل. هدوس على 13. افصل ده يبتعتي من 13. فصلت. اول ما افصل. هل هيفضل المغناطسي الشغال? ولا هيفقد مغناطسيته. هيفقد مغناطسيته. فيبتأ يرجع كل حاجة زي ما كانت. ويرجع تاني عشرة تفصل عن 11. ويبتدي محاولة بتاعي او النقطة او جزء اللي انا متحكم فيه او بقيه. الجزء ده هيبقى مفتوح. والديرة تتفتح ومتشغلش معي. يبقى من نظرية العمل لاجهزة التلامس دي. نظرية العمل بتاعتي هي اللي بتحددلي الملف اللي انا هتحكم ازاي? هتحكم يدويا? ولا هتحكم مغناطسيا? ولا هتحكم اوتوماتيكيا? تمام? تمام. ازا في الحالة دي النقطة التلامس او نظرية عمل مفتاح ده زي ما انا شايفها سيادتك اكتبها بالتفصيل زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي على اساس ممكن اقول لك سؤال. اشرح نظرية عمل اجهزة التلامس. اشرح نظرية عمل اجهزة التلامس مع الرسم. هتقول ليه ده فيه اسمتين? لقى هترسم البسيطة دي. ده هو ده. فانت هترسم ايه? البسيط ده. وتكتب الكلام ده. ان انا عند الضغط على بس هي ايه? مش صعبة. عند الضغط على زر رقم تلتاشر يمر الطيار الى الملف الى الملف. في رقم واحد. فعمل عملية تمرنط مع ملف اربعة. فعمل عملية تمرنط. تمام? كاملة. ويتم سحب الريشة او مفتاح رقم عشرة او النقط تلامس رقم عشرة. فتقلق او تلتقي مع نقطة رقم حداشر فيبتدي فتكمل الدائرة ويبتدي عمل المحرك. ثم ضغط مرة اخرى على مفتاح تلتاشر فيتم فقد المغنطة ويرجع مفتاح رقم عشرة او نقطة رقم عشرة او تنفصل عن رقم حداشر وترجع الى وضعها الاصلي مرة اخرى. في اي صعوبة? هل كامل احنا اقوله صعب? احنا حد دلوقتي اتكلمنا في شغل احدى بنشتغل بايدنا وشفناه كتير جدا من سنة اولى لحد سنة خمسة في الواشة الكهربية بتاعتنا شفنا مفتاح الاستوانية واشتغلنا بيها. شفنا وفكناه واشتغلنا به. فالكلام ده مش غريب علينا عمليا بس احدى بنقوله نظريا ان انت مطالب انت تكون معاك المحصل الجزئيتين جزء العملي والجزء النظري على اساس تعرف ازاي تشتغل ده وتشتغل ده. زي بالزبط لما اجي اقولك انت النهاردة معاك الشقة ديت او معاك المصنع ده خد اللوحة دي واشتغل عليها. انت راجل عملي يعني ده اطلع تضق بالشاكوش والاجنة وتشتغل. راجل عملي هتقوم الخراطيم وتوصل. طيب هل راجل العملي ده مفروض يبقى عاقب ايه اللي ما اسم هنا? الهازم. هو مش مش هيشتغل كده وخلاص. لا ده هو بيشتغل انه هو ده السقف من السقف رامة الخراطيم لحد الارض ازاي? عرف بديني التقسيمة? اه ده هو دارس الشغل عملي ونظر. ليه? لان انا ما بقول لك ازاي كابشواندس? ما بقول لك ازاي كابشواندس بس وقلاص. لا بقول لك كابشواندس على اساس ان انا شغلي عملية ونظرية. اما بقى اشتغل بيديني الشغل بتاعتي على لوحة. وابتدي اناظر ان اطابق اللوحة دي على الشغل بتاعي زي الرسم بالصبت. بدي له البلدة بتاعت الالوان وقل له ارسم كزا. يبتدي يخطر ويرسم الشغل بتاعه قدامي. انا بديك لوحة مرسومة عندي وبقول لك طبقها لي على الحيطة دي. كم بريزة? كم مفتاح? كم سلك نازل? مش عايب سلك كزا سلك كزا? هو نفس الكلام كده. انا اهم حاجة عندي اكون عايب في الشغل بتاعي بالجهتين. لان هما الاتنين دول هما اللي يساعدوني في الشغل بتاعي. مش كده بقول لك سيب الجزء اللي انت مع نظرية عمل الكلام ده قلت هترسم الشكل ده مش هترسم الشكل ده. ده الشكل ده اللي بيبقى قدامي على الحيطة الراكل. لكن ده الشكل الداخلي اللي انا ببقى تدرسه. معايا? احنا زي ما تكلمنا على الشكل بتاعي لازم اكون شايف الشغل بتاعي ازاي? واشتغل ازاي معاك. طيب برضو في نقطة التلامس بتاعتي او في نقطة التشغيل بتاعي لما اجي اشتغل في الكوندكتور بتاعي. بوصل ازاي? انا انا بدي لك. ده كده بقول لك خد يا عم ادي معاك تلاتاشر. وادي معاك ربعتاشر. ايه يا عم ده بوصل ازاي? اه. انا بدي لك توصيل. بدي لك رسمة. ايه هي الرسمة اللي انا بقى سمع بتاعتي ان انا بقول لك عندي الكوندكتور بتاعي ده التحكم وده القوة. ده التحكم وده القوة. بتاعي اللي بيتحكم عندي وبوصل به ده القوة عشان اشتغل. يعني ايه? يعني ايه? تحكم القور. يعني نقطة تلامس بتاعتي اللي موجودة في التحكم هي اللي بتشد نقطة التلامس اللي في ق tumor خليها تشتغل. على سبيل المسال الكندكتر بتاعي بوصله قواة وتحكم. القواة يعني ايه? القواة اللي انا بوصل اللي عندي عندي الكندكتر بتاعي واحد وتلاتة وخمسة. واثنين واقعة وستة. صح? اه. طيب واحد واقعة وخمسة بصلهم بالطيار. بالمصدر. اثنين واقعة وستة بالجهد. بالحمل. صح? تمام? حل. بين الحمل وبين الشبكة. في ايه? قال لي في وسيلة حماية. اللي انا بتكلم عليها الوقاية. وسيلة الحماية اللي هي الوقاية. وهي بنقون عليها الوفالود. صح? تمام. فما باجي وصل الوسيلة بتاعتي. وسيلة الحماية باجي وصل معها مين ايشغلها? هتشتغل لوعدها. ما انا ممكن زي ما اقول هجيبي الفيشة بتاعتي. وام وصلها على طول بالمحاربة. خلاص. لا. هتحكم ازاي في فتح ووصل وفصل بحرك. ازاي? لازم يكون معايا جزء تاني وهو التحكم. هوصل التحكم ازاي? هاجيب. وسيلة التحكم وهي الجزء بتاع الكوندكتور او الجزء المغناطيسي اللي هو اول ما يوصل ليه الطيار يعمل عملية المغناطة ثم يصل الدائرة. ثم هيصل ايه? الدائرة. فيهاي صعوبة? لا. فلوم دايس على زي الان وابتدي. اول ما دوس على الان يحصل ايه? ابتدي دقطة تراتيشة وفعتاشر. في التحكم بتاعي. تقفل. لان هيكات نقطة مفتوحة. قفلت ازاي? قفلت زي ما انا شفت المفتاح دلوقتي. قفلت زي ما انا شفت المفتاح دلوقتي. وصلت اول ما دوست على الان. حصل ان الطيار عده في الجزء اللي فيه البيغناطيس او ملف البيغناطيس. بدأ يلف طيار فعمل فضل فجذب الدراع فخلى النقطة المفتوحة قفلت. وبدأ يشتغل معايا المحارك بتاعي. ولما اجاب افصل نفس الكلام او مدايز على او ادوز على البوش بطل او الزر التاني وهو الزر الستوب. فيبتدي المحارك يشتغل يفصل. طيب مين اللي عمل الحماية? للكلام ده الاوفرلود. طيب الاوفرلود ده موصله ازاي? ما الاوفرلود ده عامل ايه? عامل بالزبط زي ما تكلمنا في وسائل الحماية وشحناه قبل كده ان هو عباع عن زي الازدواج الحاري كده بالزبط. يفضل النقطة ملحومة اول ما توصل واصل معايا هو نقطين ملحومين مع بعض. ازا حدث زيادة طيار يبتدي يتقوص يتقوص لحد ما يمن عن بعضه. يعني هو كده اهو. تمام? يبتدي يتقوص يتقوص عمليه فاصل او يعملوا عملية قطع. فيتقطع الطياب عن عن الحمل بتاعي فيبتدي الطياب بتاعي يبتدي يتقطع ويشتغل. او وسائل الحماية موصلها بالتوالي مع الوف او مع زوالي الستوب. تمام? تمام. والنقطة بتاعتي 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 بوصلها نقطة الارض بتاعتي او النقطة اللي عندي اعوزك او نقطة الكهابة. مهم مفهود الوفرلود شوف انا قلت ارضي وبعد كسر لحتها الكهابة. ليه? هل وسلت الحماية عشان فيه ناس بتغلط فيها كتير قوي. هل وسلت الحماية اللي موجودة عندي بوصلها على الطيار فردة الطيار ولا فردة الارضي? قال لا الطيار. ليه? لان انا ما ببص على الداية بتاعتي باخد جزء الحماية بتاعي بوصله بالطيار. لان هو الطيار ده لان هو وظيفة ووسلت الحماية دي ان هي بتفصل الطيار عن الداية. لو انا بصت في داية التحكم بالداية دي هلاقي ان الوسلت الحماية الاوفرلود مقفولين نقطة مقفولة كده. والاوفر تحتية موصل بالتواني مقفول كده. حل طب ايزا لو حدث زيادة الطيار ازاي اقي الدائرة دي من زيادة الطيار ان انا وسلت الحماية اول ما يزيد الطيار وسلت الحماية تنتفصل عن الداية. ففي الحالة دي مش هيوصل طيار للمفتاح المقفول كده اللي هو الاوفر. اللي هو الايه? الاوفر مقفول. تمام? فلو حدث طيارة يفضل هو مقفول لكن اللي فوق اتفتح فمش هيوصل لنا طيار. وفي الحالة دي المحارف بتاعي حميته وعملت له حماية ووقاية للعمل داخل الواشة القهابية او الواشة دي الانتاج بداخل. تمام? تمام. اتكلمنا بعضه وقلنا ان وسائل الحماية او الوقاية عديدة جدا. تمام? لسه قدامنا شغل كتير كمان داخل الوحدة دي ان احنا لازم نبتدي نعمل عملية حماية وسيادتك زي ما احنا شغالين كده سيادتك بتدور على المعلومة. ما بتسيبش المعلومة وبتعودش المعلومة مش هتجيلك وتقعد. لا ده انا بدور عليها وبشتغل وبوصل داخل الواشة وداخل المعمل على اساس اشتغل واشغل نفسي على اساس ان انا اعرف التركيب. فك. اجيب الكوندكتور وفكه. الكوندكتور مش هيبوس. الكوندكتور لو فكته مش هيبوس. تمام? لو فكته وشفت كل جزء فيه. شفت النقط السابتة والنقط المتحركة. شفت النقط المفتوحة والنقط المقفولة. ازاي انا شغلي كهربة? ازاي انا اشتغل? ازاي انا اعرف يعني ايه وسيط الحماية? ازاي انا اعرف يعني ايه شغل كهربة? فلازم لازم لازم كل الشغل بتاعي يكون شغل كامل متكامل ما سيبش اي جزء فاضي عندي. زي بالزبط في الات التسيير برضو انا بربط زي ما انا قلت انا بربط التلات منايج مع بعض. زي سواء الات التسيير او الصيانة او الوقاية التلاتة بربطهم مع بعض. تمام? فلازم لنا زي ما اتكلمت في دي بربط في دي وبربط في دي. وان شاء الله هنبقى مع بعض بازن الله الحلقات الجاية. بازن الله هنكمل مع بعض الباقي عندنا في الباب التاني من الوقاية ان شاء الله ونبتدن نشتغل فيها ونبتدن نحاول نخلصها بازن الله قبل الابتحال ونعمل مواجعتنا بازن الله وشوفكم على خير وكنا معكم السيد سعيدة بالسرط.